النهاردة طلعت حيثيات الحكم في قضية نيرا أشرف وعايز أشيد بالمجهود اللي عمله حضرة القاضي وعملته المحكمة في أنه نقدر نشوف حيثيات واضحة مكتوبة بشكل احترافي بشكل قانوني يستطيع أي حد دارس للقانون أو أي حد عايز يدرس القاضية دي يفهمها كويس واضح أنه الأمر كان محتاج يعني يمكن القضية واضحة وكل حاجة لكن المحكمة قررت أنها تبقى واضحة جدا إيه اللي حصل وإيه الحكاية وإيه اللي تقال والتحقيقات والكشف على القوى العقلية للمتهم ومع سبق الإصرار والترصد إزاي جبناه يعني المحكمة قدت بصراحة درس جيد جدا ولكن هذه القضية اليوم بمجرد يعني ظهور هذه الحيثيات طلعتنا من الخاص إلى العام يعني قضية نيرها وقاتلها وكل هذه الأشياء إحنا طلعنا من هذه القضية جريمة الأكل إلى موضوع عام أكثر أنا ليه رأي وليه رسالة غالبية حضرات كل نهاردة لسبب أو الآخر كان فيه لابس إنه ناس كتير فهمت إنه حضرة القاضي بيطلب إذاعة تنفيذ الإعدام بتاع القضية دي على الهواء وهذا أمر لم يحدث إيه اللي حصل حقول لحضراتكم بس ناس كتير متخيلة أنه حضر وطبع حضراتكم فاهمين إنه دي مش آخر درجة تقاضي في الإعدام دائماً فيه فرصة ثانية ده بالقانون يعني إنما ناس كتير فهمت إنه حضرة القاضي طالب بإذاعة الإعدام على الهواء مباشرة ولكن هذا الأمر لم يحدث الذي حدث هو الآتي والمحكمة في نهاية حكمها تنوه بمناسبة هذه الدعوة بأنه لما كان قد شاع في المجتمع مؤخراً زبح الضحايا بغير دمب جهاراً نهاراً والمهوسون بالميديا يبثون الجرم على الملأ فيرتاع الآمنون خوفاً وهلعاً وما يلبث المجتمع أن يفجع بمثل ذات الجرم من جديد فمن هذا المنطلق ألم يأن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهوداً مثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهوداً يعني حضرة القاضي بيقول إيه بيقول يا جماعة إحنا شفنا الموضوع ده على السوشيال ميديا أن الأوان نغير من تشريعتنا علشان يبقى فيها مسموح أن احنا نزيع الإعدام على الهواء أو مسجلاً يعني أنه الناس تشوف عملية الإعدام الأمر الذي معه تهيب المحكمة بالمشرع أن يتناول بالتعديل نص المادة الخامسة والستين من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام لتجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء ولو في جزء يسير من بدء إجراءات هذا التنفيذ فقد يكون في ذلك ما يحقق الرضع العام المبتغى الذي لم يتحقق بعد بإذاعة منطوق الأحكام وحده ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيزة قلوبهم